شباب اليوم طموح المستقبل برنامج تدريبي والهدف التعريف بسوق العمل وكيفية الاستعداد والتحضير لبدء المسيرة المهنية سواء بالقطاع الخاص أو العام وذلك في سبيل رفع كفاءة العمل الطالب في التدريب الميداني بأن يكون مستعدا لاقتحام القطاع الخاص وهذا الأمر الذي نحن نقوم بتفعيله في الأمانة عمليا لأن الخطة الانمائية في دولة الكويتر تركز على الدفع للقطاع الخاص وتشجيع التنمية في الغطاع الخاص فهذا دور القطاع الحكومي الآن في تقديم الدعم اللوجستي الدعم التدريبي التمكيني لطلبة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي بأن نعلمهم ونرشدهم ونشجعهم ليس للانخراط في القطاع العام بل بالانخراط في القطاع الخاص وهذا الأمر نقوم به في هذه الدورات التي تقدم في كل الصيف الاهتمام بفئة الشباب وإعطائهم فرصة لإبراز طاقاتهم يعكس التطور الإيجابي للمجتمع الشباب المقبلوا إلى العمل يحتاجوا لمثل هذه الدورات التدريبية للاستزادة بالمعلومات التي تعينهم في العمل تحفزهم وتحثهم على العمل تعرفهم في مجال العلم ما هو ممكن إذا ما قام بأداء عمله ما هو العقوبات أو اللي راح ممكن تواجه في هذا العمل فإحنا مجرد للتعريف والتثقيف للموظف إذا تقدم لهذه الوظيفة هذه الدورات تسقل الموظف تسقل الطالب تعطيه لكن بالأول والأخير يرجع حق الشخص نفسه طبعا إذا كان حب الوطن يكون موجود في قلبنا وعطائنا حق الكويت اللي يعني ما نطلع من يزاها فأكيد راح يشارك بوظيفته أو بمكان عمله وينجز ويبدع فيه بعد البرنامج التدريبي يحتوي على ورش في مختلف المجالات مثل المهارات الإدارية والتخطيط وواجبات وحقوق الموظف وبناء وتكوين الشخصية المهنية برامج تدريبية تمكن الموظفين الجدد من معرفة حقوقهم وواجباتهم وذلك لتعزيز قدرة إنتاجهم وتنمية البلاد في كافة المجالات حسين الصائغ لتلفزيون المجلس